كيف يتعامل ولادك مع شهرتك بس كونوا موجودين وقاربهم بديوا تصور معك يتدايع بس انت بحل عام بيتدايع بنتي اكتر شي فاطمة بنتي تتدايع انو انا طالع معك بدي يقعد معك يعني انا بجي يقعد معك اكيد اكيد وحقا بس شو فيني اعمل هذا الموضوع ما فيني اعمل لا شي بس انت ما بتنبسط يعني بعدك بتنبسط او بتنزعج بصراحة لا والله ما بتنزعج عم بتحطي ممكن لقم بتمك ويجي بيقلك حلا بديتصور بنزعج اذا حدا عم تصورني من بعيد فيديو وانا معب يتمي مسلا شاكلي طيبة عم بك ها رفتك يعني يعني بحس انو انت مش لازم هلا تتقلل ادب معي يعني انت بما انت شيفني انا عم باكل مسلا انما انا وعائلتي ولا اذا عمشان فجان اهو جاي تصور قال من عادي بس انو بس شوفني بحالي معين ينطرني من ربع ساعي قداش حياكل يعني حياكل عشر دقايب بعدين انت عاد تصور او انو الفيديو من بعيد هدا بش يعني مش حلو بس في حالات نفسية كتيرة بالفن يعني عند الفنانين فيش اللي شايف حاله كتير فيه اللي بيقع بالغلط مرة واتنين ثلاثة فيه اللي بتضربه الشهرة فيه هو بتعرفون انت عن قرب شايفون عن قرب طبعا وهو دي السواد الاعظم بس مش هيني تحمي حالك من كل هالحالات وفي مرة قلت انا شو جابني لهون يعني شو فوتني بكل هالمعموعة انا ما بيشبهن لا انا بيشبهن عراسي فيه ناس ولا دي بيوت اكي مش عم نعمي مش عم نعمي عم نحكي عن بعض الحلة بنوا بنوا صورة كتير حلوة عن حالهم وفيه النوعية اللي عم تحكي عنها الملاطيش الموجودين يعني اللي بيبقى عايش كل الفن ومفكر حاله نابليون بنبارت وانه هو فاتح الاندلس يعني ما بداش هالقدي يعني انت في ناس اقل منك بكتير بيصير بدي يحط اسمه حد اسمك وصورته حد صورتك وهو بتصير معك اكيد اكيد كيف تعمل معهم هون ما بتضطر بمطرح ان تشوف حالك والله توني بتعمل معهم مش انا كبير مع توني انا ما بتدخل بشي ابدا 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 ولا ولا بحكي حدا بموضوع طالع نازل نهائيا لانه كل واحد حقه شوف حاله بقدمه وبده يعني وموضوع الصور انا ما كتير بقاتل عليه الا اذا حسيت حدا عم يتقصد يزغر يعني في شي متعمد غير هيك ما فيش مشكلة مع حدا يعني غنينا مع كل نجوم من كازم لا ابو وديع الله يعطي الصحة لا شيرين لصابر لا كتير اسمه الكفوري خينا وحبيبنا ما ولا مرة كان فيه تعليق اصلا لانه العلاقة مع هاي الاشخاص بتحس عيب انك بمحلة معين تفوت وتحكي بشي منه انه عرفت اللي ولكن اه هلا تبهي الجيل الجديد اللي جاي اليوم بحاجة لجرعة اخلاق بحاجة لجرعة اخلاق بده جرعة اخلاق بانه مش بس معي انا صغيرة مع كتير فنانين صغيرة يعني تخيل حدا متلا متلا متل وليد توفيق مثلا اه تيجي انت خمسين سنة هو خمسة خمسين سنة فان تيجي تقول له والله بدي صورتك قد صورتي دي خيطة مزلمة قدم مشوار من السبعينات ما فيك تيجي انت هالقد تكون صلف ووقح انك طالة تفوت بهال بهال الحديث هاده عايب اشتركوا في القناة